اعلنت الشرعية موافقتها على مقترحات تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ولد الشيخ تنص على انسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين التتأييد الشرعية بعد يومين من ترحيب التحالف العربي بالمقترحات الأممية الأخيرة ويثير المقترح الخاص بميناء الحديدة الكثير من الاهتمام لعلاقته بالجدل الدائر حول تهريب إيران الأسلحة لميليشيا الحوثي وارتباطه بالمساعدات الإنسانية التي تتهم ميليشيا الحوثي بمصادرتها مقترح ولد الشيخ بخصوص ميناء الحديدة يأتي وفق التحالف العربي تلبية لنداء وجهه التحالف للأمم المتحدة بتحمل مسؤولية الإشراف على الميناء بينما قالت حكومة الشرعية في بيان لها إنها مستعدة لمناقشة التفاصيل المتصلة بميناء الحديدة تقوم التسوية الأممية على تجزئة الحل السياسي في اليمن وتفضي النقطة المتعلقة بالحديدة إلى تحييد مينائها من خلال تسليمه لجهة محائدة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي اليمني وصرفها كمرتبات للموظفين الحكومين تؤكد الرؤية الأممية بأن تحييد ميناء الحديدة يجنب المدينة أضرار العملية العسكرية المرتقبة من قبل التحالف العربي وفي الوقت ذاته يحقق تسوية وسيطة ترضي الشرعية والإنقلاب بمنع سيطرة الميليشي على الميناء مقابل فتح مطار صنعا تحييد ميناء الحديدة يحمل في طياته بنظر مراقبين احتمال فشله فما يزال محل رفض الميليشية الإنقلابية ويثير في الوقت ذاته العديد من الشكوك لدى اليمنيين حول الطرف المحايد خصوصا بعد تجارب سابقة سلم فيها ذلك الطرف مؤسسات الدولة لميليشية الإنقلاب ترجمة نانسي قنقر